بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية نوع الشرك المقصود في الآية أولا شرك أكبر يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني ونحوه لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله ثانيا شرك أصغر يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء ونحوهم لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب ثالثا شرك أصغر في العبودية بأن يقدم محبته على محبة الله ويلهيه عن طاعته فكيف نجعل هذا الولد ندا لله في المحبة الدليل الثاني قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب لا يجوز التعبيد لغير الله ومن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب نرد عليه أولا هذا من الأحاديث المتشابهة وعندنا نصوص بينة محكمة ترد هذا ثانيا هذا الحديث من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء والإقرار ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم به أحدا ولم يأذن لأحد من صحابته بذلك أو يقر به رابعا هذا الاسم عرف به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال ابن عبد الله ما عرفه الناس خامسا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء وقع وانتهى ومضى وقد مات عبد المطلب سادسا عبد المطلب ليس اسما بل هو لقب وإنما اسمه شيبة الحمد وأبوه هاشم أرسله صغيرا إلى المدينة عند أخواله بن النجار ليتعلم ويترعرع فلما قدم عمه المطلب المدينة أخذ معه شيبة الحمد فلما وصل به مكة تغير لونه من طول السفر فقال الناس من هذا العبد فقالوا عبد المطلب وعبودية الرق لا إشكال فيها فألصق به اللقب وبهذا يزول الإشكال الدليل الثالث وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما قرني أيل هو ذكر الأوعال عبد الحارث اختار هذا الاسم لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه هذه القصة باطلة من وجوه أولا ليس في ذلك خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن حزم إنها مكذوبة موضوعة ثانيا يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة ولا يذكر توبتهما ثالثا الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء رابعا أن الناس يأتون آدم يوم القيامة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية ولو وقع الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى خامسا قال لهم الشيطان إني صاحبكما وهذا لا يقوله من يريد الإغواء سادسا لا يمكن أن يصدق أن الشيطان يجعل له قرني أيل فهذا شرك في الربوبية سابعا في الآية يشركون بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال يشركان ثامنا وعلى هذا يكون تفسير الآية عائدا إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا فإن منهم مشركا ومنهم موحدا المسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله حتى عبد المطلب الثانية تفسير الآية فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها والصواب أن هذا الشرك حقيقة وأنه شرك من إشراك بني آدم لا من آدم وحواء الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم وإلا فهبة الذكر السوي من باب النعم أيضا الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان ولم يعبداه عبادة وهذا مبني على صحة القصة التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر